جميع الرحلات من وإلى مطار لندن أوقفت بعد أن شكل متظاهرون حاجزا على أحد المدارج احتجاجا على خطط توسعة يتم الإعداد لها وقالت الشرطة إنها تتفاوض مع تسعة محتجين قيدوا أنفسهم معا وهم ينتمون لمجموعة تطلق على نفسها اسم لحياة السود أهمية وترى المجموعة أن خطط التوسعة ترهن حياة سكان منطقة نيوهام في بيئة غير سليمة وتقول المجموعة المناهضة للعنصرية أن سكان بريطانيا من السود يشكلون 28% من السكان وهم معرضون للتلوث أكثر من المواطنين البيض